كانت سارة زوج نبي الله إبراهيم عليه السلام عقيما لا تلد وكانت رضي الله عنها يحزنها أنها لا تستطيع أن تسعد زوجها بإبن تنجبه له وليتعلم كم هو يحب ذاك ويتمناه ولقد صارت الآن عجوزا لا تلد وانقطع كل أمل لها في الإنجاب فأشارت على زوجها خليل الله أن يتزوج بامرأة أخرى ليرزقه الله الولد وذلك من وفائها وتضحيتها فتزوج من السيدة هاجر رضي الله عنها وكانت هاجر صالحة وأمينة فأنجب منها نبي الله إسماعيل عليه السلام ولكن فرح إبراهيم عليه السلام بمولوده الذي أنجبه بعد صبر وانتظار طويل ومرت الأيام وصار إسماعيل عليه السلام شابا قويا ورأى أبوه في المنام أنه يذبح ورؤيا الأنبياء حق أي وحي من الله يا لها من فتن يا له من ابتراء ممتحان أفبعد أن رضقه الله الولد الصالح الذي طالما تمناه وبعد أن كبر وصار شابا يأمره الله تعالى بأن يذبحه بيده إنها محلة قاسية رهيبة لكن إبراهيم عليه السلام انتفل لمشيئة ربه فقابل ابنه وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فأجاب إسماعيل قال يا بتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قامت صغيرك يا مصابر والقلب بالإيمان عامر يا رب إنك أنت آمر وهو عليه أن يغطي وهكذا يا أبنائي يكون الإيمان الحق بالله وهكذا تكون طاعة الوالدين القلب يكي والعيون حدينة والأرض يمجي حاملا سكينة لكنها لله أبدا طاعة وفضيلة الإيمان جز تمينة هذه النفوذ ذكية ولوية ترضى بما أمر الإله أمينة لكن ما في الأمر جد مشقة فالقلب يكي والعيون حدينة هذا إلهي ما تريد في الكفة بكيل حديد ثبت به العقل الرشيد كي يذبح الإبن الوحيد الأرض ضح قدم الصغير والحزن يعتقر الكبير لكنه أمر الإله في مبتدى ومنتهى وعندما هم إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه الوحيد إسماعيل أكبه على وجهه ليذبحه من قفاه فيكون أهوى عليه حتى لا يرى وجهه وتشهد إبراهيم وتشهد إسماعيل ثم مرر إبراهيم السكين على عنق إسماعيل لكنها لم تذبح لقد فلبها الله القدرة على القطع وفجأة سمع إبراهيم عليه السلام نداء ربه فنظر إبراهيم عليه السلام فرأى كبشا عظيمة كبش الفداء نعم يا دعاء لقد فضى الله تعالى إسماعيل بذلك الذبح العظيم فأقبل إبراهيم على الكبش يذبحه بتلك السكين التي لم تقطع منذ لحظات عنق إسماعيل فقطعت وذبحت الكبش فداء لإسماعيل هذا أنا كبش الفداء عقون تجود به السماء يمحو الكريم به العناء عن قلبي شيخ مستجير يا مرحبا كبش الفداء تأتي وقد ضغط الرجاء يا رحمة رب الرحيم ضد طفل والشيخ الكريم يا مرحبا كبش الفداء يا رحمة رب المجيد يا مرحبا كبش الفداء يا رحمة رب المجيد إنها قصة عيد الأضحى نعم يا دعاء فقد جعل ذلك الحدث عيدا للمسلمين وصار ذبح الأضحية سنة للمسلمين في كل عام ذكرى لطاعة إسماعيل وإبراهيم لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم